وزير التكنولوجيا الاتصال السابق والقيادي في حزب النهضة الورمعروف رهن الإقامة الجبرية ليس حزب النهضة وحده معني بالمحاسبة رياض مؤخر القيادي في حزب تحية تونس ووزير البيئة السابق رهن الإقامة الجبرية أيضا التتبعات متواصلة في أكثر من جهة والمستشار الآلامي للرئيس عيد يقول أن البشائر آتية للشعب التونسي المنظمات الحقوقية تواصل التعبير عن مخاوفها لجهة مكاسب الحريات والرئيس قيس سعيد يؤكد في كل مناسبة أنه لا تراجع إلى الوراء لجهة مكاسب الحريات وتتبع المذنبين أيضا حتى أكون واضحا خبز ما ولا رجوع إلى الوراء وأنبه وأحذر من أن أي شخص أو أي جهة يمكن أن تعبثه أو تفكر مجرد التفكير في العبث بقوة التونسيين فسيتم تطبيق القانون عليهم تطبيقا كاملا على نحو آخر تتواصل حملة تحييد مؤسسات الدولة عن الوصاية الحزبية والتدخلات المشبوهة مصادر أعلامية تونسية تؤكد وضع المدير العام السابق المصالح المختصة بوزارة الداخلية رهن لقامة الجبرية بعد تواعد الرئيس من أسماهم بالمتسللين والمحاولين اختراق مؤسسات الدولة حزب حركة النهضة يطرح الحوار والرئيس قيس سعيد يرد لحوار دون محاسبة والغالب أن الرجل ماذ قدما في أعلى إراية القانون لا سيما بعد حملة الإيقافات الأخيرة بل المبروكة الغد تونس تونس